سلام لبنات كديرين نبس عليكم ومعكم مزيانة صحيح تكون لباس نتمنى تكونوا كاملين باخر واخير وتكونوا في احسن الاحوال ومعكم رابعة في فيديو جديد واليوم ان شاء الله البنات في هذا الفيديو جبت لكم هاد الشمعة سهلة 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 تقريبا هادي هي اسهل شمعة ننزلها في القناة انا فايتم نزلها جحال هادي وما فيها بس ننزلها عاود نفكركم فيها والبنات الجداد والمفعول ديالها واعر 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 سواء في الجلب في المحبة في التهيج تتعطي واحد النتيجة غزالة والله العظيم البنات ناجحة بكل المقاييس ديروها البنات وتفكروني عليها وانتوما اللي عتجربوا وعتحكموا عليها بنفسكم من بعد ما تجربوها والطريقة ديالها كيف قلت لكم سهلة بسيطة بدون مكونات بلا بخور بلا عشوب بلا تشي حاجة سهلة بالسف السف غير توقلوا على الله وديروها البنات شنو كان ديروها البنات في هاد الشمعة قبل ما نبدأوا البنات في الشمعة تبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير وما تنساوش اللايكات والبرتاج والتعاليق الغزالة ديالكم كيف العادة حاولوها البنات تكتروا ليه اللايكات باش يطلع الفيديو الاكبر عدد ديال المشاهدة باش تشجعوني دائما نجيب لكم الوصفات المجربة بالنسبة الرقم ديال الواتساب هو اللي يتلعق الدامكم في الفيديو الرقم ديال الواتساب بلبنات مكن نزلوش ف التعاليق بسة للبنات كيلقوا ارقام ف التعاليق وطيه حساب ليهم الرقم ديالي رقمي هو اللي في الفيديو و لا تصلتو على مش ابنكلتب تديرو في هاد الشمعة هادي ديالليوما اول حاجة البنات كتجيبو الشمعة كتجيبو اللون اللي بغيتو انتوما ما كينش مشكل ما تجيبوش غير لون الزرق واللون الكحل فقط الزرق والاسود ما تخدموش بهم من غيرهم اي لون عندكم فبار تقدرو تخدمو به هاد الشمعة هادي كيف ما كان وشورط ديال شمعة راكم عارفينها ما يكونش مع معواج ما يكونش متقاب ما تكونش معا مهرسة ولا مشقة الى كان هاد الشي را شمعة ما كتنجحش دايما تنقولها لكم البنات وتنعاود نقولها لكم دعبة بالنسبة اللي اللي الله دخلوا عندي على القناة آآ شمع شورط ديالو آآ ضروري يكون نقي يكون مقاد ما يكونوش تقابي شمع اللي يكون مزيان بفهم عليا بالشمعة ديالكم تتنجح وتتكونوا ضامنين النجاح ديالها تجيبوا لبنات الشمعة اللي يعجبكم اللي موفر عندكم وللي بغيتوا انتم وبغيه لكم خطركم اول حاجة كتقبطو هاد الشمعة هادي وتتضربوها الى راسكم الفوق سبعة ديال المرات كتضربوها الى راسكم سبعة ديال المرات فوق راسكم بهالطريقة سبعة ديال الضربات فوق راسكم هاكا غير بشوية وتتجي وتاني على قلبكم وتتضربو فوق قلبكم سبعة ديال المرات يعني دهو سر ديال هاد الشمعة هادي تضربو على راسكم سبعة لقلبكم سبعة المراهش نقديرو البنات بعدها كتجيبوا واحد الابرة جديدة ولقديمة ما كينش مشكل مهم جيبوا ابرة وتتكتبو فيها تتكتبو في الشمعة بالنسبة للشمعة لبنات سواء دائرية سواء مربعة ما كينش مشكل غير هو يكون الحجم ديال ها يكون صغير ولا يكون موين ما تدروش ما تخدموش بالشمع الكبير انا تنفضل دائما في الخدمة ما تخدموش بالشمع الكبير لان الشمع الكبير كياخد واحد المدة طويلة ولا جعله غير شي عارض ولا شي حاجة اراها بالزربة اتبطليكم الشمعة ديالكم كل ما كانت تشمع صغير كل ما مزيان يعني الشمعة بالزربة كتكون هاديك الخدمة كتقبط وكتدوز الاجابة مفهم عليا كل ما كانت تشمع كبيرة بزاف كل ما تكونوا فيها العكوسات دائما شمعة صغيرة اولى متوسطة تكتبوها البنات في الشمعة يتحرق قلب فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة بالمحبة والمودة والهايجان هذه هي الكتابة اللي كتكتبو في الشمعة ديالكم يتحرق قلب فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة بالمحبة والمودة والهايجان وكتمسحوا شي بليسة اللي نقية يعني اللي بالأس اللي كتشعلوا فيها الشمع كتمسحوها واحد شوية وتتشعلوا الشمعة ديالكم كتشعلوا الشمعة من بعد ما تشعلوها لسقوها في الارض وشعلوها تتقروا عليها نفس القرية يتحرق قلب فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة بالمحبة والمودة والهايجان تتقرواها السبعة ديال المرات والشمعة شاعلة يعني غير كتشعلوا الشمعة بالبريكة بتلسقوا الشمعة ديالكم كتشعلوها بالبريكة وكتقروا يتحرق قلب فلان ولد فلانة على فلانة بنت فلانة بالمحبة والمودة والهايجان وبالنسبة للطهارة في هاد الوصفة راها ماشي ضرورية خما تكونوش على طهارة تقدروا تديروها بالنسبة للتوقيت ديالها ديروها إما من بعد الظهر بعد الآدان ديال الظهر مباشرة إما ديروها في الليل إما في الليل من بعد لاشا إما من بعد الظهر يعني ديك الوقيت ديال بين الظهر والمغرب يعني في النص النهار التالي ديروها إما خليوها احتلل من بعد الآذان ديال العشاء والألوان كيف قلت لكم البنات أي لون بغيتوا أي لون ديروه راح تيمزح لكم هذه شمعة غزالة نتيجة وعرة 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 أتبهركم البنات النتيجة ديالها حاولوا تديروها وما ترددوش فيها وساهلة وبسيطة البنات اللي على برها اللي ما عندهم مش مكونات ديرو هاد الوصفة بزاف لبنات تتصلوا بيا وتيقولوا لي بغينا وصفات بلا مكونات بلا عشوب راهم كاينين بزاف ديال الوصفة لبنات على قناتي مشي عوصفة مشي عجروج تبارك الله القناة فيها بزاف ديال الوصفات دخلوا وشوفوا الوصفات اللي عين أسبوكم سوى ديالخرقاء سوى ديالتصاور سوى ديالشمع أي حاجة بغيتوها غدين تلقاوها وكاينين وصفات اللي بالمكونات وكاينين الوصفات اللي بلا مكونات أي حاجة تناسبكم غدين تلقاوها ان شاء الله على القناة وهاد شي اللي كاين في هاد الفيديو شكرا لكم بالسف بالسف للتفاعل ديالكم للتتبع ديالكم للتعاليق الزوينة اللي كتخلوا لي زيدوا كتروا لي البنات التعاليق وكتروا لي اللايكات وتنبغيكم بالسف وتنحمق عليكم وبوسة كبيرة لكم كاملين البنات القدام والبنات الجداد تنحمق عليكم وانطلقوا في الفيديو الجاي ان شاء الله